السلام عليكم العافية في آية جميلة في القرآن تحكي بل الإنسان على نفسه بصيرة وهذه الآية بذكرنا بقصة سمعتها من أحد الأشخاص أنه جاء فتى إلى محل عشان يعمل مكالمة هاتفية فشد التلفون كان هو قصير القام شد التلفون إلى نفسه تصل في سيدة وقال لها يا سيدتي أنا مستعد أني أشتغل عندك في تنظيف حديقة قص العشب قالت له أنا في عندي شخص بقص العشب وأنا جيد يعني هو جيد وما في عندي مشاكل معه قال أنا مستعد أشتغل نفس الشغلانة بنصف الثمن فقالت له برضو شكرا لعرضك لكن أنا ستسفى يعني أنا مبسوطة معاه قال أنا مستعد أني أضيف للعمل اللي بيقومه بأنني ننظف لك الكرادورات وخلي حديقتك أجمل حديقة رفضت السيدة مرة أخرى بأدب وأغلقت الهاتف وانتهت المكالمة طبعا خلال هذه المكالمة سمع صاحب المحل المكالمة فجاء لهذا الفتى وقال له أنت إصرارك أعجبني كثيرا وأنا حابب أعرض عليك عمل عندي في المحل قال للفتى شكرا لك كثيرا لكني أنا لدي عمل وصراحة عملي مع هذه السيدة اللي اتصلت فيها لكن حبيت أقوم نفسي وأشوف ما مدى جديتي في العمل ومدى الساتسفاكشن تبات السيدة هاي أو رضاها عن عملي وهيك أنا اتطمنت بقى حوجنا دائما أنه نقوم ذاتنا بشكل دائم نراجح حساباتنا هل إحنا بنقوم بالأشياء الصحيحة على النحو الصحيح كنا بنغلط كل إنسان خطاء ولكن يجب دائما أن ننظر إلى أنفسنا من منظار آخر ممكن عن طريق أنفسنا شخصيا ممكن عن طريق عائلتنا ممكن عن طريق أصحابنا لما يجي إنسان ينتقدك لا تشعر أنه حتى لو ينتقدك بخطأ اسمع له فكر باللي يحكى لك إياه وأتوقع أنه بعد ذلك رح تبدأ تنظر لنفسك بمنظور آخر وبشكل آخر بل الإنسان على نفسه بصيرا